دائماً وفي إطار حماية الحدود ومحاربة الجريمة المنظمة أوقفت ما فارز للجيش الوطني الشعبي بكل من عين صالح وعين جزام النحية العسكرية السادسة ستة عشر مهرباً وضبطت سلاحين ناريين وكمية من الذخيرة ومركبة ربعية الدفع وسبع موالدات كهربائية وأربعة مطارق ضغط في حين أوقف عناصر الدرك الوطني ببشار النحية العسكرية الثالثة شخصاً بحوزته ست نظارات ميدان من جهة أخرى تمكنت وحدة لحراس السواحل بمستغانة من ناحية العسكرية الثانية إثر عملية بحث وإنقاذ بحري من إنقاذ أربعة مرشحين للهجرة الغير الشرعية في حين تم توقيف 23 مهاجراً غير شرعي من جنسية مختلفة بكل من تلمسان أدرار بسكرة دوف وكذلك الأغواط تمكنت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بيئة البوليدة من تفكيك شبكة تتكون من ثلاثة أشخاص مختصة في السطو على المنازل والسرقة وتم استرجاع ما قيمته 145 مليون سنتيم من المسروقات والهواتف النقالة وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية وأدعوا الحبس ترجمة نانسي قنقر